بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري في حلقة من حلقات مادة الرياضة المالية لشعبة التسويق وسوق المال النهاردة إن شاء الله نحاول نراجع مع بعض موضوعات كتير جداً في مادة الرياضة المالية لشعبة التسويق وسوق المال وأول موضوع هنبتدي نراجعه النهاردة لأنه نعملين حلقة كمراجعة عامة لموضوعات علم الرياضة وإن شاء الله بإذن الله معنا تمرين من امتحانات سابقة وتمرين من الكتاب المدرسي إن شاء الله يكون فيها الأفكار اللي حضرتك عاوز تفهمها أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة موضوع العلاقة بين الفايدتين العلاقة بين الفايدتين اللي هي الفايدة البسيطة والفايدة المركبة كلنا طبعاً عرفنا في الحلقات السابقة إن الفايدة البسيطة سابقة من سنة لأخرى يعني لو حضرتك حاطة مبلغ في البنك بنظام الفايدة البسيطة لو كان حسب لك فايدت السنة أولى 500 كنت أتلاقي فايدت السنة الثانية نفس ال500 والسنة الثالثة 500 والسنة الرابعة 500 يبقى إذن الفايدة البسيطة سابقة من سنة لأخرى اخرى طب لو حضرت المبلغ ده بنظام الفايدة المركبة كل اللي بيحصل انه بياخد جملة السنة الاولى بيعتبرها مبلغ للسنة التانية يبقى جملة اي سنة في الفايدة المركبة بتعتبر هي مبلغ السنة التانية له فبالتالي المبلغ بيزيد وبناء عليه على طول الفايدة هتزيد لان في علاقة طردية بين الفايدة وعواملها زي ما احنا درسنا في الصف التالي يبقى اذا لما المبلغ زاد لان المبلغ بتاع السنة التانية كان هو جملة السنة الاولى وبالتالي الفايدة المركبة زادت فهتلاقي مثلا الفايدة المركبة في السنة الاولى كانت 500 وفي السنة التانية بقت 550 سمع طالب شاطري يقول لي اذا الفايدة البسيطة بتساوي الفايدة المركبة في السنة الاولى فقط برافو عليك يعني السنة الاولى في الفايدة البسيطة هي هي السنة الاولى في الفايدة المركبة ابتداء من السنة التانية الفايدة المركبة بتبتدي تتزايد كل سنة عن السنة السابقة لها تبقى لتزايد أصل المبلغ لأنه بياخد جملة السنة اللي قبلها يعتبره مبلغ للسنة الجديدة أما في البسيطة الفايدة الأولى بتساوي الفايدة التانية بيساوي الفايدة العشرة ما عنديش مشكلة خالص يبقى في البسيطة لو قالت فايدة السنة العشرة هي هي فايدة السنة الأولى تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده في صورة التمرين سهل وجميل أول حاجة هنقول إذا علمت أن الفائدة البسيطة لمبلغ ما في نهاية السنة الأولى خد بالك هو هنا حدد قال لي أن الفائدة البسيطة في نهاية السنة الأولى بكام؟ بخمسمية بينما كانت الفائدة المركبة للسنة الثانية خمسمية وخمسين يبقى الفائدة الأولى بخمسمية الفائدة التانية بخمسمية وخمسين يبقى أنا كده معايا الأولى ومعايا التانية تقول لي مصر دي مسألة سهلة جدا 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 طيب هو طالب مني إيه؟ طالب مني المعدل وطالب مني المبلغ عاوزك تفتكر معايا كده قانون المعدل بيقول إيه؟ برافو عليكم بقولي أن المعدل بيساوي الفائدة التانية ناقص الفائدة الأولى على الفائدة الأولى ونضرب الكلام ده في مية يبقى المعدل تاني بيساوي فيه اتنين ناقص فيه واحد على فيه واحد فيه مية طيب تعالنا عوض مع بعضه ونشوف ايه الحاجات اللي موجودة عندي في المسألة اقولك انت معاك لو قلت تمرينك كويس تاني وان قرأت التمرين بهدوء هي نص الحل حضرتك بتقولي اذا علمت ان الفايدة البسيطة لمبلغ ما في نهاية السنة الاولى يبادي فيه واحد بخمسمية يبادي بكام بخمسمية بينما كانت الفايدة المركبة للسنة التانية خمسمية وخمسين يبقى معاك فيه اتنين كده التمرين بتاعك معاك فيه واحد ومعاك فيه اتنين اقدر اعود تعويض مباشر في القانون بتاعي لان كل حاجة موجودة مباشرة فكرني تاني بالقانون قدامك على الشاشة هتقولي المعدل عين في المية بيساوي فيه اتنين ناقص فيه واحد ده البسط على فيه واحد ده المقام وهنضرب في كام في مية يلا عوض كده بمنتهى البساطة هتقولي المعدل بيساوي اشيل فيه اتنين وحط كام برافو عليك قلتلي هنحط خمسمية وخمسين هتشيل فيه اتنين وحطنا خمسمية وخمسين وشلنا فيه واحد حطيت خمسمية فوقه تحت يبقى سيادتك بمنتهى البساطة هتبتدي تطرح ثم تقسم او تشتغل بالقالة الحزبة بزرار اللي هو شرطة الكسر اللي هو شرطة كسر وفوقها مربع وتحطيها مربع فوق على الشمال عندك على القالة هتقولي دوس شرطة كسر فوقها تكتب خمسمية وخمسين ناقص خمسمية انزل بالساهم تحت وكتب خمسمية اطلع الجنب واضرب في مية على طول يطلع معاك المعدل عشرة في المية برافو عليك انت كده حسبت المعدل طب عاوز احسب المبلغ مستر او لك بمنتهى البساطة المبلغ عندي هيمشي ازاي او لك القانون بتاع المبلغ بيقول الالف اللي هو المبلغ بيساوي فيه واحد على عين من مية اللي حضرتك تعبته وحسبته يبقى الالف بيساوي فيه واحد على عين من مية طيب فيه واحد بكام شطار قلتلي بخمسمية برافو عليك موجودة في التمرين على المعدل لا ده مش موجود في التمرين ده احنا حسبناه اهوت اللي هو العين بتاعتنا كان بعشرة في المية يبقى قلتلي خمسمية على عشرة من مية اذا يطلع المبلغ بتاعك بخمس تلاف نظرة عامة تانية على المسألة بسرعة مديني فيه واحد وفيه اتنين جاهزين جاهزين ما عنديش مشكلة اقدر اجيب المعدل فيه اتنين نقصية واحد على فيه واحد في مية اقدر اجيب المبلغ فيه واحد على عين من مية وكده تمرينك خلص واخدت النمر النهائي عندي تمرين كمان مهم جدا الحقيقة بيقول لي اذا علمت ان الفائدة البسيطة في نهاية عامين ونصف لمبلغ ما بلغت سبعمية وخمسين ده مديني مجموع فوائد بسيطة يا مستر ايوة برافو عليك مديني المجموع فوائد بسيطة طيب وبعدين انا مش عندي فايدة واحدة ده انا عندي مجموع فوائد اقول لك احنا اتفقنا مع بعض خليك بقى معايا كده احنا اتفقنا مع بعض وقلنا ايه لو اعطى فايدة اولى وفايدة تانية كده انا مسألت ده دي اسمها كده تمرين جاهز وبمنتهى البساطة باخد فيه واحد وفيه اتنين وبعوض في المعدل والدنيا بتبقى جميلة معايا وسهل طيب مش قادرة تعامل مش تلاقي فيه واحد او مش تلاقي فيه اتنين تعالوا نشوف الافكار اللي ممكن تجيني اول حاجة فيه واحد اشهر افكارها انك يديلك مجموع فايد بسيطة يقول لك انت ليك في الخمس سنين عشر تلاف جنيه ليك في سنتين ونص سبعمائة وخمسين جنيه فايد بسيطة هنا بشرط ان تكون دي فايد بسيطة هعيد الشرط التاني هو اكد على حضراتك تاني بشرط ان تكون فايد بسيطة اقدر اقسم مجموع الفايد على عددها يديني الفايدة الاولى يبقى لو هم يديني مجموع فايد بسيطة أنا هقسم مجموع فوائد على عددها يقوم الدين الفايدة الأولى طيب هنا بيقول لي مجموع الفوائد البسيطة في سنتين ونص سبعمائة وخمسين أنا عايز أجيب فيه واحد أقول له هقسم مجموع الفوائد اللي هما سبعمائة وخمسين على عدد السنوات أو عدد الفوائد اللي هما اتنين ونص يبقى سبعمائة وخمسين على اتنين ونص على طول تطلع معاك الفايدة الأولى بثلتمائة جنيه يبقى إذن لما يدي مجموع فوائد بسيطة 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 خلي بالك معي نقول مجموع فوائد إيه بسيطة يبقى تقدر تقسم مجموع الفوائد على عددها للحصول على الفايدة الأولى أما لو أعطى مجموع فوائد مركبة ما أقدرش أقسم وفي الغالب لو هيدي مجموع فوائد مركبة بيدي الفايدة الأولى والإيه والتانية عشان بس ما نخبطش نفسنا وإن شاء الله الحالات السهلة الجميلة دي ركز فيها يبقى نقول لك لما يديني مجموع فوائد بسيطة بسيطة تقسم مجموع الفوائد على عددها تقدر تجيب فيه واحد ودي المشكلة اللي عندك في التمرين بتاعنا لو رجعت للتمرين بتاعك التاني هو بقول لي إذا علمت أن الفايدة البسيطة شفت قال إيه؟ قال الفايدة البسيطة في نهاية عامين ونصف المبلغ المبلغة 750 جنيه أول حاجة أفكر فيه أحصل على فيه واحد معرفش أجيبها لمصر لأ تعرف كويس جدا إحنا لسه بنقول فيه واحد بتساوي 750 على الاتنين ونصف جات إزاي مجموع الفوائد على عددها مجموع الفوائد 750 عددهم سنتين ونصف يبقى الفايدة الواحدة بتلتمية جنيه قدرنا نحصل على الفايدة أقدر كده خلاص معايا الفايدة الأولى وهو كمان بقى في التمرين قال لك إيه؟ بينما كانت الفايدة المركبة للسنة الثانية السنة الكام؟ الثانية تلتمية وعشرين طيب استناني كده بقى يبقى السنة الثانية بتلتمية وعشرين والسنة الأولى أنا حسبتها بتلتمية حضرتك عاوز إيه؟ بمنتهى البساطة أقول لك المعدل فيه 2 نقص فيه واحد على فيه واحد في مية قدرت أحصل على المعدل بالتعويض المباشر تلتمية وعشرين نقص تلتمية على تلتمية في مية جبت منين التلتمية دي؟ أقول لك جبتها من فيه واحد خلاص أنا شاطر وفاهم المسألة بتاعتي كويس طيب بعد كده قال لي إيه؟ جبت المعدل طلع تمانية في المية جبت المعدل بتاعي طلع كام؟ طلع تمانية في المية طيب أنا لسه عاوز المبلغ كلنا شطار وعارفين إن المبلغ بيساوي اللي هو الألف بيساوي فيه واحد على المعدل يبقى فيه واحد اللي أنا حسبتها كانت تلتمية هقسمها على المعدل اللي هو كان تمانية من مية يطلع على طول المبلغ كان تلات تلاف سبعمية وخمسين تمرين سهل تمرين بسيط قدرنا نحصل على المبلغ والمعدل وفيه فكرة صغيرة قوي إنه مديني مجنوع فوايد بسيطة والتمرين اللي فات كانت فكرته إنه مديني تمرين مباشر عايز فيه واحد مديني فيه واحد وفيه اتنين وعاوز المبلغ والمعدل طيب هننتقل لموضوع من الموضوعات السهلة جدا 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 اللي هو موضوع الجملة المركبة قبل مبدأ في موضوع الجملة المركبة عايزك تفتكر معايا إن عوامل الجملة المركبة تلات عوامل عوامل الجملة المركبة تلات عوامل المبلغ المستثمر أو رأس المال المستثمر ومعدل الفايدة المحتسب من قبل البنك ومدة الاستثمار بس عندي بعض المشاكل اللي هتقابلني في موضوع الجملة المركبة إيه هي المشاكل دي؟ أقولك بمنتهى البساطة قد يكون المعدل غير موجود في الجدول أو المعدل غير سنوي دي المشاكل اللي ممكن تقابلني في موضوع الجملة المركبة بس عاوزك تركز بالراحة خالص لو المعدل غير سنوي بضطر أعمل مرات إضافة أو مرات تعالية وبعدين بأشتغل مسألتي بطريقة سهلة وجميلة طيب لو كان المعدل سنوي ولكنه فيه يعني المعدل به كسر أو معدل غير موجود بالجدول المالية بتاعتنا حضرتك مدي لك مثلا معدل 6.2% سنوية زي الشطار كده بنبص تحت في آخر وردة الأسئلة لقيت المعدلات اللي موجودة كانت 7% إذن الـ 6.2% ده غير موجود بالجدول المالية إيه دور حضرتك؟ دور حضرتك إنك طالب فاهم وشاطر وتقدر تتعامل مع الآلة الحزبة يبقى هنا عايزة أفتكر قانون الجملة المركبة بالجدول المالية وقانون الجملة المركبة باستخدام الآلة الحزبة هتقول الجملة المركبة باستخدام الجدول المالية الجملة بتساوي ألف في مستخرج الجدول الأول لو فاكرين في الحلقات الشرح قبل كده كنا بنقول إن الضيف العزيز علينا كلنا في الجملة المركبة هو الجدول الأول اللي كلنا بنرجأ له لما نيجي نجيب المستخرج بتاع الجدول الأول أو الجملة المركبة فافتكر معاه كده القانون كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول الجملة بتساوي ألف فيه جي منون بمعدل عين في المية سمع طالب بيقول لي يا مستر مهجي منون بمعدل عين دي اللي هي مستخرج الجدول الأول دهو دي نقدر نعملها بطريقة سهلة بالآلة اللي هي واحد وعين من مية قس نون إذن حضرتك ممكن تحول القانون من قانون الجدول إلى قانون الآلة الحزب عن طريقة تقول لي الجملة بتساوي ألف في واحد وعين من مية قس نون يعني لو المعدل غير موجود بالجدول أشتغل بقانون الآلة طيب لو المعدل موجود بالجدول الأفضل ليك والأسهل أنت يا دوب هتبص بالجدول تاخد الرقم وتشتغل بقانون الجدول المالية أفضل ليك علشان كده هنبص في التمرين بتاعنا ثاني بيقول لي إيه؟ أودع شخص أربعين ألف جنيه الشخص ده أودع كام؟ أربعين ألف جنيه يبقى ده المبلغ المستثمر لدى أحد البنوك بفايدة مركبة معدلها ستة وسبعة من عشرة في المية سنويا طيب مبدئيا كده المعدل ده غير موجود بالجدول المالية الناس اللي اشتغلت في رياضة وبتحل كتير هيعرف أن المعدلات اللي موجودة في الجدول المالية معروفة إنما الستة وسبعة من عشرة ده مش موجود في الجدول المالية يبقى كده معايا المبلغ المستثمر ومعايا معدل الاستثمار وبعدين قال لي وذلك لمدة عشر سنوات حضرتك كده مدة الاستثمار هنا كام؟ عشر سنوات معايا الثلاث عوامل عاوز مني الجملة المركبة ومجموعة الفوايد في نهاية المدة هقولك بمنتغة البساطة لأن المعدل ده غير موجود بالجدول المالية أنا طالب من حضرتك إنك تشتغل بقانون الأل الحزب تب نسمعه مع بعض كده الناس الشطرة اللي حافظها قال لي الجملة المركبة جين بتساوي ألف في واحد وعين من مية أس نون ألف في واحد وعين من مية أس نون طيب يلا نشيل الألف بتاعتنا المبلغ بتاعنا ونحط كمته يبقى لاربعين ألف في واحد والمعدل حد يقول لي الواحد ده منين؟ الواحد ده موجود في القانون الواحد ده ثابت معاك في القانون ما هواش في التمرين اللي في التاميرين ستة علامة سبعة هحط أنا بقى واحد علامة وعشان ستة علامة سبعة دي أقل من عشرة فيحط لها سفر قابليها يبقى واحد علامة سفر ستة سبعة قص مدة الاستثمار اللي عندي كانت عشرة يلا امسك قلتك كده معايا اللي عايز اكتبها معايا ورائب الروحة هو هقولك اكتب أربعين ألف أربعة سفر 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 فيه افتح قوس واحد علامة سفر ستة سبعة اقفل القوس عندك زرار القس اللي هو اكس وعليه مربع ده في القلة دوس عليه وبعدين اكتب عشرة تقدر تدوسي وساوي برافو عليك نفس الناتج اللي أنا انطلعه هو حضرتك طلعته يطلع ستة وسبعين ألف خمسمية وسبعة علامة ثلاثة وخمسين من مية طيب يا مصد احنا كده جبناك جملة ده حضرتك طالب مطلوبين في التمريه الجملة المركبة ومجموع الفوائد في نهاية المدة تقولي طيب مجموع الفوائد بيساوي ايه اقولك بيساوي الجيم ناقص الالف ده اسهل قانون لمجموع الفوائد لو انت معاك الجملة ما عنديش مشكلة قدرت تحصل على الجملة على طول تقدر تجيب المجموع الفوائد عن طريق جيم ناقص الف او في قانون تاني للفوائد بتقولي الف افتح قوس مستخرج جدول اول ناقص واحد ما عنديش مشكلة معاك بس الافضل طالما انا طالب جملة وبعدين فايدة انت جبت الجملة قريدي خلاص فاستخدم قيمة الجملة انك تطرح منها قيمة اصل المبلغ هيديك الفوائد مباشرة يبقى نقول تاني القانون تاني الجملة بتساوي الف في واحد وعين من مية قس نون طبعا كده جبت الجملة بالقالة الحزبة عاوز تجيب مجموع الفوائد بمنتغة البساطة هتقولي مجموع الفوائد بتساوي الجملة ناقص اصل المبلغ طالب تاني عايز يجيب مجموع الفوائد بالقانون بتاع مجموع الفوائد ما عنديش مشكلة ألف افتح قوس مستخرج جدول اول ناقص واحد ولكن طالما انا معايا الجملة هطرح منها المبلغ قدرت احصل على مجموع السوائد طيب لو برضو في مطلوب في نفس التامرين وطلب فايدة السنة الخامسة فقط هتقولي فايدة السنة الخامسة فقط بتسوي اصل المبلغ نفتح قوس مستخرج الجدول الاول عند السنة الخامسة مقس السنة اللي قبلها اللي هي السنة الرابعة يبقى دي بمنتهى البساطة او واحد وعين قس خمسة مقس واحد وعين قس اربعة يبقى دي الافكار اللي ممكن تجيلك بطريقة سهلة وبسيطة في الجملة المركبة علشان كده عايز اشوف تمرين كمان وتمرين برضو سهل وبسيط ممكن يطلب منك مدة الاستثمار او ممكن يطلب منك معدل الاستثمار حضرتك بمنتهى البساطة بتشتغل التمرين بتاعتك او التمرين بتاعتك بصورة بسيطة وبصورة هادية حضرتك وصلت للقانون بتاعك وبديت تعود هتلاقي اللي مجهول عندك يا اصل المبلغ ودي تبقى سهلة جدا هتقول الجملة على المستخرج الجملة على المستخرج او اللي مجهول عندك حاجة في المستخرج خرج المستخرج كله وقول الجملة على اصل المبلغ وبعدين تبحث في الجدول ادي الطريقتين اللي ممكن نحل بيهم اي مسألة فيها مجهول من عوامل الفايدة تعالوا مع بعض نشوف الكلام اللي احنا قلنا ده ونشوف بيتطبق ازاي بقول لي اودع تاجر 6000 جنيه في احد البنوك بفايدة مركبة معدلة 9% فكانت الجملة المركبة المستحقة عليه في نهاية المدة 11 1955 و 38 من 100 احسب مدة الاستثمار بالسنوات طيب حدثك هنا بمنتهى البساطة مغيب المدة ولكنه مديكي الجملة طيب افتكر كده المعدل كم كان عندك المعدل 9% المصدر التسعة في المية ده موجود في الجدول لما ببصف الامتحان عندك لقيت التسعة في المية ده موجود تحت في اخر وقت الاسئلة موجود جداول 9% الجدول الاول الجدول التاني الجدول التالي الجدول الرابع جدول الخامس معاك التسعة في المية فما اتحيارش نفسك واكتب قانون الجدول بطريقة سهلة وبسيطة هتقول الجملة بيساوي الف في مستخرج الجدول الاول طيب الجملة بتاع حضرتك ده هتشيلها وتحط 11955 و38 من مية تمام بيساوي اصل المبلغ ستين الف اصل المبلغ كام ستين الف او ستة الف فيه مستخرج الجدول بتاعنا جي منون بمعدل عين اللي هو التسعة في المية هنبص اللقاء التسعة في المية موجود ولكن النون مش موجودة طيب حضرتك لسه ايه الكلمة يا مستر لو اللقاء بتاعنا موجود في المستخرج طلع المستخرج كله بره مع النون مجهولة طلع المستخرج كله بره واقسم الجملة على اصل المبلغ يوم يديك المستخرج يبني لما قرج المستخرج اللي هو تجي منون بمعدل تسعة في المية دي بره واقسم الجملة على اصل المبلغ هتلاقي عندك يطلع المستخرج كله معاك معاك بقى المستخرج تقدر تكشف به في الجدول المالية اللي قدام حضرتك في الامتحان وتشوف لو هو عايز المعدل تبص فوق لو عاوز النون او السنوات تبص على الجنب في خانة النون تعالوا نشوف مع بعض التامنين تاني ايه اللي حصل معايا انا لما قسمت الجملة على اصل المبلغ اهو الجملة كانت حضراشر الف تسعمية خمسة وخمسين وتمينة وتلاتين على اصل المبلغ ستة الاف ام اديك المستخرج بواحد علامة تسعة تسعة اتنين خمسة ستة تلاتة معاي المستخرج عايز اكشف في الجدول عنه طب هكشف تحت جدول تسعة في المية لو هو موجود معاك في الامتحان في الجدول الكان بقى شطار برافو عليك سامح حد قال احنا في الجدول الاول عشان دي جملة مركبة لقيت الرقم اللي هو واحد علامة تسعة تسعة اتنين طيب امشي بقى بالمسترة اتجاه الجدول اللي برا ناحية النون الاقي قدام النون تمن سنوات يبقى النون عندي بتمن سنوات بمنتهى البساطة قدرنا نحصل على مدة الاستثمار طيب لهو كان مديني المدة وانا عملت الكلام ده عشان انا جيبي المعدل هبص فوق الجدول قال ان المعدل كان تسعة في المية اقول له المعدل بتسعة في المية مسألة سهلة وبسيطة جدا وعايزة اه تركيز بالراحة ومنطقة البساطة موضوع الجملة وموضوع العلاقة بالنفايدتين لا يخلو منه انتحانات سابقة كلها زي ما شفناها فدايما دايما بنقول لك ان ده اسهل موضوعين عندك لازم حضرك تتضرب عليهم كتير والدنيا تبقى سهلة معاك في الموضوعين دولار كويسين بنرجع تاني لتمرين معنا بيقول لي اوضع تاجر او اوضع شخص اربعين الف جنيه في احد البنوك بفايدة مركبة لمدة خمس سنوات فكانت الجملة المركبة في نهاية المدة ستة وخمسين الف مية واثنين وسبعة من مية هنا جماعة طالب ايه بقى طالب معدل الفايدة السنوي طالب معدل الفايدة السنوي قلت لي طيب حضرتك قلت يطلب الفايدة يطلب المبلغ يطلب المعدل انا هشتغل في قانون الجملة بتاعي ما عنديش غيره يبقى الجملة بتساوي الف في مستخرج الجدول الاول حضرتك انا طالب معدل برافو عليه يعني حاجة موجودة في المستخرج شير المستخرج كله ودي برا واقسم الجملة على المبلغ الاول الأول خطوة تعملها بشير المستخرج كله بخرجه بره يبقى مستخرج الجدول الأول قدام خمسة قدام خمس سنوات تحت معدل العين اللي أنا معرفوش بيساوي الجملة اللي عندي الستة وخمسين ألف مية واثنين وسبعة من مية على أصل المبلغ اللي هو كان أربعين ألف يطلع معاك واحد علامة أربعين متين خمسة وخمسين حضرتك كده جبت مين جبت المستخرج برافو عليك أنزل بقى أدور في الجدول اللي تحت عندي في الامتحان هل الرقم ده موجود قدام الخمس سنوات اللي هو إيه اللي عليهم تمام لقيته في الجدول الكام الأول بص كده على المعدل فوق ممتاز سامع طالب قال لي فعلا المعدل سبعة في المية يبقى أنت كده قدرت تحصل على المعدل اللي هو الكام السبعة في المية ده كلام سهل وبسيط جدا 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 على موضوع الجملة المركبة وموضوع العلاقة بين الفايدتين طيب عندي برضو تمرين كمان ممكن يقابلني لو الفايدة بتضاف أكتر من مرة خلال السنة زي ما اتفقنا مع بعض أن الموضوع ده هو اسمه موضوع تعالية الفايدة أكتر من مرة أو إضافة الفايدة أكتر من مرة في السنة فبضطر أعمل مرات التعالية أو مرات الإضافة عشان أضبط شكل التمرين عندي يبقى لما يجيب لك إضافة الفايدة أكتر من مرة خلال السنة حضرتك بتضيف الفايدة دي أكتر من مرة إزاي بشوف عدد مرات إضافة الفايدة اللي هي المين اللي بتساوي شهور السنة على شهور المعدل وبعد كده بعدل المدة وابتدي أشتغل بالمعدل بتاعي بطريقة سهلة جدا 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 إزاي تعالوا شوف تمرين مع بعض بيقول لي استثمر مبلغ 30 ألف جنيه استثمر مبلغ 30 ألف جنيه لدى أحد البنوك لمدة 8 سنوات بفايدة مركبة 3.9% عن كل 6 شهور خد بالك لو شفت في المعدل بتاعك كلمة كل 6 شهور أو كل 4 شهور أو كل 3 شهور أو كل شهرين أو كل شهر اعرف أنك أمام مشكلة اللي هي الفايدة بتضاف أكتر من مرة خلال السنة خلاص يبقى لازم تعمل مرات إضافة الفايدة أو ميم وممكن نجيبها بطريقة تانية يقول لك المعدل 4% نصف سنوي أو 3% تلت سنوي أو 5% نصف سنوي أو 1% سدس سنوي ما عنديش مشكلة يبقى لو قالك سدس أو تلت أو ربع أو نصف كده برضو الفايدة بتضاف أكتر من مرة خلال السنة ساعتك هنا تعمل إيه لازم أجيب الميم أول خطوة في المسألة هي الميمة شطار مرات إضافة الفايدة عايز أحل التمرين بتاعي بمنتهى البساطة هبدأ أجيب الميم في دماغي على طول أقول له حضراتك بتقول لي كل 6 شهور يبقى الميم هنا مرتين عشان أشهر السنة 12 وأسمت على 6 شهور اللي مديهم لي يبقى الميم على طول مرتين بس أنا مش هسكت هاخد المدة دي أضربها في الاتنين اللي احنا يسا حسبنها يبقى 8 في 2 ب 16 عدلت المدة يبقى خلاص مفيش حاجة اسمها 8 في التمرين عندي أنا عدلت المدة علشان أقدر أجيب المدة اللي هي الجديدة بكام وحدات الزمن اللي هي بكام ب 16 يلا اشتغل بقى بالقانون بتاعك سواء قانون الجدول أو قانون الآلة بس هنا طالب شاطر قال لي خلي بالك يا مستر 3 وتسعة من 10 في المية ده مش موجود في الجدول المالية قلت له برافو عليك تبقى اعمل ايه الحقني قال لي بسرعة يا مستر تشتغل بقانون الآلة الحزبة تب ملهولي كده عشان زمايلنا يستفادوا معنا قال لي الجين بتساوي قلب في 1 وعين من 100 السنون برافو عليك تحياتي لحضرتك انك مركز وعارف ان المعدل ده مش موجود فعلى طول جبت قانون الآلة الحزبة بتاعك وهتبتدي تتعامل قلت لي الألف ب30 ألف في نفتح قوس واحد علامة 039 الكل قص كان بقى سمع طالب بيقول لي 8 اقول له لا زعلان منك انا كده لان حضرتك مش واخد بالك انك عدلت يبقى ازاي تاخد 8 اللي في التمرين 8 دي احنا كنا كنت موجودة في بداية التمرين انا عارف بس احنا لما اشتغلنا الشطار الطلب الشطار بتقول له 8 في مرتين الاضافة يطلع 16 وحدة يبقى ساعدتك تقول لي 30 ألف في واحد علامة 039 الكل قص 16 يطلع على طول 55,331 و 19 من مية دي طبعا مسألة سهلة وبسيطة وقدرنا نجيب الجملة طب عاوز اجيب مجموعة الفوائد قلتلك برافو عليك انت معاك الجملة اطرح منها اصل المبلغ المستثمر يقوم مديلك مجموع الفوائد الجملة 55,331 نقص 30 ألف يطلع 25,331 و 30 و علامة 19 دي كانت مسألة لإيجاد الجملة بعد كده دخلنا في الباب التاني قلنا الباب التاني ده من أسهل الأبواب على الإطلاق بس الفكرة ان في الباب الاول كانت الفلوس بتزيد لما بنحطها في بنك في الباب التاني الفلوس هتنقص ليه؟ علشان هنعمل لها خصم يبقى الباب الاول كانت الفلوس بتزيد عشان بنحسب لها فوائد يعني لو حضرتك حطيت 100 ألف جنيه في البنك وسبتهم سنة هتروح بعد السنة هتاخدهم 100 وتسعة مية وعشرة الفلوس هصل لها ايه؟ زادت علا ان البنك احتسب لك فوائد أما الباب التاني بتاعنا هنشوف الباب التاني بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في حاجة اسمها القيمة الحالية والخص القيمة الحالية والخص انت اشتريت أي أجهزة كهربائية كنت المفروض تدفع فلوس الجهاز ده بعد سنتين مع الكنبيالة بتقول انك تدفع الفلوس دي بعد سنتين ربنا قرمك والفلوس جهزت وروحتي الراجل بتقول له لأ انا هديك فلوسك النهاردة الراجل فرح ان فلوسه هترجع له قبل ما عادها بسنتين قال لك والله اذا انا كنت حطيت عليك فوائد لأ انا هشيل منك الفوائد دي طيب الراجل ده كان ليه عندك 10.000 جنيه المفروض ياخدهم بعد سنتين في 2023 لما رايح انت النهاردة قال لك لأ انا مش هاخد العشر تلاف كلهم انا هاخدهم منك تمن تلاف عملتلك خص يبقى في القيمة الحالية والخص الفلوس بيحصل لها ايه بتقل علشان كده لما نشوف قانون القيمة الحالية او قانون الخصم هنقول بمنتهى البساطة نفس قانون الجملة ولكن القص سالب عشان الفوزة ترجع لورا يبقى الجملة بتساوي الف في واحد وعين من مية السنون انا هاخلي هنا واحد وعين من مية السنون عشان نقدر حسب القيمة الحالية يبقى هو نفس القانون بس عايز تشيل الف ونسميها قيمة اسمية ما عنديش مشكلة طبعا اسهل ليه لما نشوف التمرين بقى ونشوف الكلام اللي احنا قلنا ده ونطبقوا على الشغل اللي في التمرين هيديني فلوس اقل من اللي كنا المفروض ندفعها ساعدوا نشوف مع بعض كمبيالة خصمت قبل موعد استحققها بست سنوات الكمبيالة دي اتخصمت قبل موعد استحققها بقد ايه بست سنوات بمعدل خصم مركب تسعة في المية سنويا طيب فكانت القيمة الحالية الصحيحة لهذه الكمبيالة 200 القيمة الحالية لهذه الكمبيالة كانت 20865 من مية دي القيمة الحالية يبقى انا مطلوب مني احسب قيمة اسمية كمبيالة اصلاها كان بكام قال لي تعالى نشوف مع بعض القانون بيقولي القيمة الاسمية بتساوي الحالية على المستخرج لان الحالية كانت بتساوي الاسمية في المستخرج جدول اتنين اتفانى مع بعض ان القيمة الحالية بتأتي من جدول اتنين اما الجملة بتأتي من جدول واحد يبقى لو انا عايز القيمة الاسمية اقوله القيمة الاسمية بتساوي القيمة الحالية على مستخرج جدول اتنين لان انا عايز القيمة الاسمية يبقى القيمة الاسمية بتساوي القيمة الحالية على مستخرج جدول اتنين طيب هو مديلك القيمة الحالية في التمرين بكام برافو عليك قلتلي بـ 20,869 و 35% على مستخرج جدول 2 عند 6 سنوات بمعدل 9% يطلع القيمة الاسمية بـ 35,000 جنيه بمنتهى البساطة جبت القيمة الاسمية للكمبيالة طيب عندي كمان تمرين والحقيقة ان التمرين ده الناس يعني بتستصعبه شوية ولكن انا عايز اقولك التمرين ده تطبيق على بابين مع بعض الباب الاول والباب التاني في التمرين ده بنعمل ايه بقول اذا كان موعد استحقاق الدين جئ قبل تاريخ الاتفاق احنا هنحسب له جملة واذا جئ في نفس تاريخ الاتفاق هنفضل زي ما هو قيمة اسمية واذا جئ بعد تاريخ الاتفاق هنحسب له قيمة حالية يبقى في التطبيق ده ممكن نستخدم الجدول الاول لو تاريخ الدين جي قبل تاريخ الاتفاق او استخدم الجدول التاني لو تاريخ الدين جه بعد تاريخ الاتفاق او المبلغ ما استخدموش جداول خالص ونزله بنفس القيمة الاسمية بتاعته لو تاريخ الدين جه في نفس تاريخ الاتفاق علشان كده عاوزك تركز كويس جدا جدا وتقسم التمرين ده لمراحل وانت شغال اول مرحلة انا بحسب الديون القديمة اول مرحلة في التمرين ابتدي احسب الديون القديمة بعد المرحلة دي ابتدي احسب الديون الجديدة لو هو طالب المبلغ النقدي اطرح القديمة من الجديدة طب لو هو طالب قيمة الاسمية للدين الجديد هتطرح المبلغ النقدي من القديمة وبعدين تقسم بمنتهى البساطة ما عندكش افكار صعبة في التمين ده ولكن عايزة تركيز عشان افكاره يعني الخطوات بتاعته فيه كذا ستيفس او كذا خطوة الفكرة كله انا ترتب تفكيرك وترتب خطواتك وما تخافش النواتك بتطلع معاك على الالة حطها بمنتهى الثقة وبس غزي الالة بالارقام الصحيحة بتاعتك ان شاء الله تطلع للناتج بطريقة سليمة جدا وده تمرين لما بيجي بيجي لوحده سؤال عليه عشر درجات بيبقى سؤال قيم ودرجاته عالية تعالوا نشوف مع بعض التمرين ده بيقول ايه السؤال الثالث تاجر مدين لأحد البنوك بالمبالغ التالية عليه عشرين الف تستحق الدفع في واحد واحد الفين وسبعة وعليه ثلاثين الف تستحق الدفع في واحد واحد الفين وداشر واربعين الف تستحق في واحد واحد الفين وستاشر وفي واحد واحد الفين وداشر خلي بالك واحد واحد الفين وداشر ده اللي هو تاريخ الاتفاق ده كان موعد الدين اللي في الوسط كويس جدا الدين الاوسط لم يكن المدين قد سدد شيئا مما عليه من الديون اللي قبل كده القديمة فاتفق مع الدائن على ما يلك يدفع له نقدا 412121 خلي بالك مديك مبلغ نقدي ويحرر بالباقي كمبياد في استحقف 1-1-2019 وتتم التسوية بمعدل 6% للفايدة والخاصة عايز يحسب القيمة الاسمية للدين الجديد قبل ما نغير الشاشة وقبل ما تعمل اي حاجة انا عايزك تبص معايا على 80 مرة تانية بس عايزك تقف لحد هنا اتعامل مع الديون القديمة فقط حضرتك بتقول لي ايه 20 ألف تستهق الدفع في 1-1-2007 واحنا تاريخ الاتفاق بتاعنا كام 2011 برافو عليك ايه اللي هيحصل هتقول لي احسب المدة من 2007 و2011 طلعت 4 سنوات طلعت كام 4 سنوات طيب كويس يبقى هنا 2007 بقى السؤال لحضرتك كان قبل 2011 ولا قبلها قلت لأ طبعا يا مصر 2007 قبل يبقى انا عرفت ان ده جملة بكم سنة باربع سنوات يبقى ده يتحسب له جملة بكم سنة باربع سنوات طيب الدين التاني 30 ألف في 1-1-2011 وانا تاريخ الاتفاق عندي كام 2011 ده نفس التاريخ يا مصر يبقى لا جملة ولا قيمة حالية ينزل 30 ألف كما هو برافو طيب الدين التالت بقى 40 ألف في 2016 بس سنة تاريخ الاتفاق عندي كام 2011 يبقى جيب بعده يبقى يتحسب له قيمة حالية بخمس سنوات اللي هي الفرق بين 2011 و2016 يبقى اول حاجة جيبت الفرق بين 2007 و2011 كان 4 سنوات الفرق بين 2016 و2011 كانوا خمس سنوات تعالى بقى نعوض ونشوف الديون القديمة هتقول للديون القديمة جملة الاول اللي هو كام قلت لعشرين ألف جنيه فيه مستخرج الجدول الأول عند 4 سنواته معدل 6 في المية جبت مستخرج الجدول الأول كان 1 علامة 2 6 2 4 7 هتضربها في العشرين ألف يطلع معاك خمسة وعشرين ألف 249 واربعة وخمسين قلت لدي ده المبلغ ذات طبعا لازم يزيد لأنك بتحسب له جمل أما الدين التاني يفضل كما هو ليه؟ لأن نفس تاريخ الاتفاق طب كان كام هناك؟ نرجع نشوفه كده الدين التاني كان 30 ألف يبقى هيفضل هو 30 ألف زي ما هو ما عنديش مشكلة نيجي بقى للدين التالي اللي كان 40 ألف بس جيه بعد تاريخ الاتفاق بخمس سنوات زي ما احنا حسبناه هتقول لي 40 ألف في مستخرج جدول اتنين ليه جدول اتنين يا مصر؟ لأن ده جيه بعد واللي ييجي بعد بيتحسب له قيمة حالية يبقى 40 ألف في علامة 7 4 7 2 5 8 يطلع 29 ألف 890 و 32 من 100 دي الفلوس نقصة مصر؟ طبعاً لأن ده قيمة حالية اجمع بقى التلات ديون القديمة يديك مجموعة القيمة الحالية للديون القديمة يساوي 85 ألف 139 و 86 من 100 طب ساعدتك كده جبت الديون القديمة اعمل ايه تاني مصر؟ فاكر في التمرين لما ادك مبلغ نأدي اهو المبلغ النأدي كان 41 ألف 221 تمام فاكر هتقول لي تاخد القيمة المبلغ النأدي ده هتطرحه من الديون القديمة اللي انت لسه حاسبها يديك الحاجة اسمها القيمة الحالية للديون الجديدة طب خلاص بقى انا عايز اجيب القيمة الحالية للديون الجديدة بقى هتقول لي الكمبيلة كانت تستهق بعد قدها الكمبيلة جيدة استهق في 2019 اطرحها من 2011 قلت لي 8 سنوات قلت لي كام 8 سنوات طب انا عايز الكمبيلة الجديدة اقسم الحالية للجديدة على مستخرج الجدول التاني تحت 6 قدام 8 سنوات بمنتهى البساطة يطلع القيمة الاسمية للكمبيلة الجديدة بـ 70 ألف ده تمرين من التمرين المهمة وسايبوا لحضراتك على الشاشة عشان لو مش بتسجل تصور نشوفه تاني برضو لو حضرتك مشيت على خطات التمرين واحدة واحدة الأول لازم أحصل على قيمة الديون الأديمة وبعدين أشوف هو مديني ديون جديدة أحسبها واترحها من الأديمة يديني المبلغ النقدي مباشرة طب لو هو مديني مبلغ النقدي هاترحه من الأديمة يديني الحالية الجديدة وقوله الإسمية بيساوي الحالية الجديدة على المستخرج يطلع الإسمية للدين الجديد بمنتهى البساطة عندك التمرين استبدال الديون ده ده من التمرين السهلة الجميلة اللي نقدر نتعامل معها بمنتهى البساطة عندي كمان أنا حاول برضو أخذ مجموعة كبيرة من التمرين عشان إن شاء الله نقدر نفيدك في حلقتنا النهاردة هرجع بسرعة على موضوع الدفعات عندي الدفعات هي مبالغ متساوية تدفع بصفة دورية منتظمة زي ما حضرتك سمعت الدفعات مبالغ متساوية بتدفع بصفة دورية منتظمة لو ادفعت آخر الفترة بتكون دفعات عادية ولو ادفعت أول الفترة بتكون دفعات فورية ما فيش فرق بينهم كتير إلا إنك لو عاوز الفورية بتضرب العادية في واحد وعين من مية عشان برضو ما تدخلش نفسك في قوانين كتير هقولك بمنتهى البساطة قانون جملة الدفعات العادية ده أسهر قانون عندك إلا أتمنى إن كلنا نكون حفظينه جملة الدفعات العادية بتساوي دال في مستخرج جدول 3 دال في مستخرج جدول 3 يعني قيمة الدفع الوحدة في مستخرج جدول 3 اللي هو كان إيه مستخرج جدول 3 ده اللي هو كان واحد وعين من مية قسينون مواقس واحد على عين من مية تمام؟ يبقى حضرتك بتقول لي إيه في مستخرج جدول 3 ده أنا عايز أو ممكن أجيبه بالجدول المالية مباشرة هتقول لي يودا شخص 3 تلاف جنيه دي قيمة الدفعة دي قيمة الايه؟ الدفعة آخر كل سنة لدى أحد البلوك بفايدة مركبة معدلة 6% سنويا لمدة 8 سنوات احسب جملة الدفعات ومجموعة الفوائد ده تمين حقيقة سهلة جدا جدا وهتمشي معاها واحدة واحدة بيقول لي الأول قال كلمة ايه يا جماعة؟ قال آخر عرفتني دي دفعات عادية عايز أأكد معاك الجزئية دي تاني لما تشوف كلمة آخر أو كلمة في نهاية أو كلمة عادية أو كلمة سداد نورم تاني تاني كلمة سداد دفعات سداد كلمة دفعات عادية كلمة آخر كلمة في نهاية يبا دي كلها دفعات عادية يبا دي كلها دفعات عادية سواء لها عادية مباشرة قال كلمة سداد قال كلمة في نهاية قال كلمة آخر كل فترة يبقى دي دفعات عادية والدفعات العادية القانون بتاعها جيم بتساوي دال في مستخرى الجدول الثلاثة اللي هي جيم نون بمعدل عين أو لو بالآلة لو المعدل مش موجود عندك جيم بتساوي الدال في شرطة كسر البسط بتاعنا واحد وعين من مية والسنون وقس واحد المقام عين من مية ما عندش مشكلة خالص في تمرين الدفعات تعالى نرجع تاني نعوض عن القانون بتاعنا مديني قيمة الدفع كانت بثلاث تلاف والمعدل بستة في المية والمدة بثمن سنوات يبقى قوله الجيم بتساوي دال في جيم نون بمعدل عين في المية يبقى بيساوي أشيل الدال وحط تلاث تلاف في جيم تمانية بمعدل ستة في المية يبقى تلاث تلاف في تسعة علامة تمانية تسعة سبعة ربع اللي هو مستخرى الجدول الثلاثة يطلع تسعة وعشرين 1692 واربعة من عشر خد بالك كويس من طريقة شغرك على الألة لأنه ممكن تكون طالب شاطر وعملت القانون وعوط ولكن جيت تحسب اطلخبطت أو دست على الرقم قبل رقم إنما أنا عايزك تاخد بالك من العلامة هتقول تسعة علامة تمانية تسعة سبعة أربعة ستة تمانية في تلاث تلاف جبت منينا الرقم ده من مستخرج الجدول الثالث أسفل ستة في المية وأمام تمن وحدات زمن يطلع الجملة اللي معاك بتسعة وعشين 1692 واربعة من عشر ايوة مستر بس كان فيه مطلوب تاني اللي هو مجموع الفوائد دايما لو عاوز مجموع الفوائد بتجيب مجموع الدفعات اللي هي ده الفنون مجموع الدفعات عند الده الفنون يبقى ثلاث تلاف تمانية باربعة وعشرين ألف مجموع الفوائد بقى اقول الجملة ناقص مجموع الدفعات الجملة اللي احنا نسا جايبينها بتسعة وعشين ألف ستمائة وتنين وتسعين واربعة من عشرة ناقص مجموع الدفعات اللي انا نسا حسبه باربعة وعشين ألف يطلع خمس تلاف ستمائة وتسعين واربعة من عشرة خلي بالك التمرين بيجي فيه جزئتين يطلب الجملة ويطلب مجموع الفوائد فأنت عشان تحسب مجموعة الفوائد روح تحسبت مجموعة الدفعات اللي هي دال في نون بمنتقى البساطة تمرين الدفعات سهل جدا طيب لو غير في التمرين ده كلمة آخر خليها كلمة أول وحضرتك مش حافظ قانون جملة الدفعات الفورية طبعا احنا قلنا لما هيقول كلمة أول على طول يبقى دي دفعات فورية لو قال كلمة آخر يبقى دي دفعات عادية لو غير الكلام ده في التمرين وقال كلمة أول قدامك حل من اثنين لو حضرتك حافظ وفاهم قانون جملة الدفعات الفورية هتقول لي جيم شرطة بيتساوي دال نفتح قوس جيم نون زائد واحد بمعدل عين وبعدين بتطرح واحد بر ولكن في طالب تاني يقول لي مثلا أنا أستخدم قانون عادية وبعد ما خلص أضرب في واحد وعين من مية صح صح برفع عليك هيدي نفس النتيجة يبقى تقول لي الجيم شرطة بتساوي جيم في واحد وعين من مية يعني يحسب جملتي بطريقة عادية خلص باللي احنا عارفنا وبعدين آآ أضرب في واحد وعين من مية يبقى أنا حولت هذه الجملة من دفعات عادية لدفعات فورية الطريقتين صحة ما عنديش مشكلة معاك وبعدين تقدر تجيب مجموعة الفوائد عن طريق جيم شرطة ناقص دال في نون برضو بطريقتك السهلة اللي انت حافظها أي طريقة هتحل بيها ان شاء الله هتديك نفس الناتج وهم حاجة انت بترتب خطواتك بتشوف نوعطيات التمرين اللي عندك بتشوف انت عندك ايه في التمرين مطلوب منك ايه بتبتدي ترتب افكارك على هذا الاساس وتشتغل الفكرة بتاعتك براحتك خاص طيب عندي كمان تمرين عاوزين نشوفه مع بعض بيقول لي يودع شخص 300 جنيه آخر كل سنة يبقى الشخص ده بيودع قد ايه 300 جنيه آخر كل سنة لدى احد البنوك بفايدة مركبة معدلها 7% سنويا يبقى كده الدفعة الواحدة بتلتمية هذا الشخص بيودع آخر كل سنة كلمة آخر لنا لها دلالة جماعة طبعا سامع الناس كلها بتقول لي كده دي دفعة عادية لدى احد البنوك بفايدة مركبة معدلها 7% سنويا لمدة 10 سنوات عايز احسب برضو الجملة ومجموع الفوائد قلتلي الجملة هنا بيساوي انا عايز بس افكرك بالقانون اهو الجملة بتساوي دال في مستخرج الجدول الثالث اللي هي جيم نون بمعدل عين طيب يلا انا عوض في القانون هتقول لي بقى 300 بجيم عشرة بمعدل سبعة برافو عليك هتلي مستخرج الجدول الثالث من الجدول اللي عندك قلتلي تحت 7% امام عشر وحدات زمن وخلي بالك انت في الجدول الثالث يعني تعدي الاول تعدي التاني تروح تبدأ في الجدول الثالث يبقى 300 في 13 علامة 816 448 اللي انت جبت او حصلت عليه من الجدول الثالث يطلع معاك 4144 1144 ايه نوع التمرين عشان تبتدي تشتغل بالطريقة اللي عندك او تتعامل مع التمرين حسب القوانين المطلوبة فيه تب ممكن يا مصدر في التمرين ده وانا بحله اتفاجئ ان مثلا مبلغ الدفعة مش موجود او اتفاجئ ان وحدات الزمن مش موجودة تعالوا نشوف مع بعض دفعة عادية خلي بالك وانا حدد لك ان دي دفعة ايه عادية وده من ضمن الشرح بتاعنا لما قلنا ممكن يقولك انها عادية او سداد ده لك جهزة كده لك ان دفعة عادية مبلغها 1600 جنيه مبلغ الدفعة العادية بتاعتنا 1600 جنيه تستصمر بفايدة مركبة معدلها 6% ادك المعدل فاذا علمت ان الجملة المركبة في نهاية المدة 9019.35 من 100 خلي بالسيادتك الجملة ب9019.35 من 100 احسب عدد الدفعات قبل ما تفكر في اي حاجة مش حضرتك قررت وحددت ان دي دفعة عادية قلت لي طبعا يا مصدر عشان هو قال لي دفعة عادية والراجل من ده لي جاهزة طيب اكتب كده قانونك بمنتهى البساطة قانون ايه مصدر قانون الدفعة العادية طبعا يبقى الجملة بتساوي دال في مستخرج جدول ثلاثة جيم نون بمعدل عين قدامك على الشاشة مشكلتك فين لو مشكلتك في العين او النون يبقى خرج المستخرج كله برا واقسم الجملة على المبلغ ده الكلام بتاعنا من اول حلقة مع بعض ايوة فعلا يا مصدر انا مشكلتي في وحدات الزمن او النون طيب كده هتخرج المستخرج كله برا جيم نون بمعدل عين تخرج برا زي ما حدك شاف بيساوي الجملة على قيمة الدفعة يبقى قلت جيم على ايه؟ على دال طيب كواس جدا يبقى المستخرج جيم نون بالمعدل اللي عندي ستة في المية بيساوي الجملة تسعة تلاف وتسعتاشر وخمسة وتلاتين على مقدار هذه الدفعة الف وستمية تاني يا مصدر من الاول تاني حضرتك يا مصدر قلت انها دفعة ايه؟ عادية حضرتك قلت انها دفعة؟ عادية اكتب قانون جملة الدفعات العادية قدام حضرتك ها عايز اسمعوا من حضرتك الجيم بتساوي دال في جيم نون بمعدل عين جدول ثلاثة تمام عندي المشكلة في النون يا مصدر مش موجود يبقى خرج المستخرج كل بر جيم نون بمعدل عين بتساوي الجملة على مقدار الدفعة طيب شيل الجملة وحط تسعة تلاف وتسعتاشر علامة خمسة وتلاتين شيل مقدار الدفعة وحط الف وستمية يطلع معاك على طول قمت المستخرج كامل خمسة علامة ستة تلاتة سبعة زيرو تسعة تلاتة استنى بقى يا فندي انا كده معايا المستخرج انا ما حلتش اللي هو عاوزه ايوا برافو عليه انا هاخد المستخرج ده وانزل على الجدول اللي في الامتحانة عندي هدور على الرقم ده في الجدول التالت دور كده في الجدول التالت برافو عليه خد خط تحتها وحط المسترة على الخط ده امشي بقى كده البرة ناحية النون تلقى ان النون عندك بكامل بخمسة يبقى اذا النون عندك بخمس دفعات اذا انت تحصل على النون بمنتهى البساطة طيب لو كان المعدل هو اللي مش موجود بدل ما تنزل تحت اطلع فوق فوق الجدول هتلاقي المعدل كان ستة في المية يبقى احنا اتفقنا يا جماعة بمنتهى البساطة لو المدة مش موجودة بطلع المستخرج برا واقسم الجملة على قيمة الدفع ولو المعدل برضو مش موجود بطلع المستخرج برا واقسم الجملة على قيمة الدفع يبقى زي ما قلنا بنقسب الجملة على قيمة الدفع علشان وقت حلقتنا انتهى على وعد وامل باللقاء ان شاء الله القاكم في حلقات قادمة كان معكم مصر فتح عبد الكريم من شاشة مصر التعليمي اشتركوا في القناة